هاربون من جحيم الحرب في اليمن حددوا وجهتهم واختاروا الطريق لم يدر بخلدهم أن إحدى محطات الرحلة ستتحول جحيما يمنيون كانت ليبيا مجرد نقطة عبورهم إلى أحلامهم لكنهم وقعوا بين براث وحوش متعددة الجنسيات تسومهم سوء العذاب وجدوا أنفسهم أمام عصابات إجرامية حولتهم إلى رهائنا وابتزت أسرهم وعذبتهم بطرق وحشية على مسمع من أهاليهم تقرير حديث على موقع المصدر أولاين حمل عنوان قصص مأساوية ليمنيين أرادوا الهجرة إلى أوروبا فانتهى بهم الحال داخل هناجر تعذيب في ليبيا يكشف جانبا من مأساة اليمنيين في رحلة اللجوء التقرير يتحدث عن نشاط منظمات الإتجار بالبشر التي تتعامل مع اللاجئين كسلعة وتجارة مربحة يساومون أهاليهم على ثمن حريتهم وحياتهم وكرامتهم من يملك المال ينال حريته وينقذ حياته أما اليمنيون وهم من الغالبية الفقيرة المحتجزين لدى تلك العصابات في ليبيا ومثلهم الآلاف الأفارقة فهم لا يملكون ثمن حريتهم بحسب المنظمة الدولية للهجرة عام 2017 فإن عشرين ألف مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا يتعرض المهاجرون لأصناف شتى من المتاعب كالازدحام وانعدام التهوية وسوء التغذية وانتشار أمراض مميتة لكن ليس هذا فقط ما يعانيه المهاجر في مراكز الاعتقال بل هناك ما هو أسوى وأمر بحسب التقرير فإن مهاجرين قتلوا وعذبوا بالضرب والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر وأجبروا على الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة علقوا على الأشجار وتم تقييدهم وضربهم يمنيون اتخذوا قرار الرحيل عن الوطن بحثا عن الأمان الذي فقدوه في وطنهم لكنهم اختاروا طرق الرحيلة غير الشرعية فهي المتاحة أمامهم بعد أن تعثرت بهم السبل لكن الثمن فادح حيث يلقى العديد منهم حتفه إما في هناجر وأقبية التعذيب أو في صحار الموت أو في عرض البحر وليس أبعد من ذلك ما حدث للصحف اليمن محمد الأهدل الذي توفي غرقا مع عشرات شبان من جنسيات عربية مختلفة بينما كانوا يعبرون البحر باتجاه إسبانيا ومثله أيضا بطل اليمن في لعبة الكونغفو هلال الحاج الذي توفي إثر غرق قارب كان يقله مع عشرات الشباب أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر المغرب ترجمة نانسي قنقر